بداية أود أن نشكر الأخوة والرفاق في جمعية وعد على إيطاحة هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع الحيوي والهام والذي يعتقد أن نحن في وارد حقيقة أو يجب أن نكون في وارد الحديث عن هذه الأيام لأنه هو موضوع الساعة بكل ما تعني الكلمة من معنى حاولت قدر الإمكان أن أكتب الورقة بدلا من أن نتحدث بالعناوين لأن هناك في حاجة لأن أيضا نكون دقيقين في بعض الأرقام وبعض الحقائق خاصة وأن كل كلمة الآن تسجل وتتابع ويعترض عليها حقيقة لأن أنا من قبل شهر عملت ندوة اقتصادية في جمع القومي وذكرت أرقام من داخل تقارير وميزانية الدولة وفوجئت أيضا ولم تفاجأ حقيقة جاني اتصال أقوم بيوم من مجلس تنمية الاقتصادية يعترضون على الأرقام مع أن الأرقام مخوذة من مواقعهم والغريب أنهم لا يعرفون بعض الأرقام التي في مواقعهم جداية أقول ليس من السهل أبدا على المتابع للشأن الاقتصادي في بلادنا البحرين أن يدعي أنه يمتلك الحلول أو الإجابات الناجعة التي بالإمكان اتباعها والأخذ بها للحصول على إجابات للعقد الكثيرة المستحكمة التي تشكل في مجموعها حزمة من المسائل الشائكة التي لا يمكن لجهة بعينها أن تنفرد بالإدعاء بقدرتها على وضع حلول لها خاصة إذا علمنا أن السياسات الرسمية القائمة لم تترك لنفسها مزيدا من الخيارات أو هامش المناورة المطلوبة التي باستطاعتها أن تخرجها من أمتازماتها حين تحتاجها نقول ليس من السهل استنباط الحلول واشتراح الإجابات لأننا بالأساس نفتقد عند قراءة واستعراض واقعنا الاقتصادي الشفافية المطلوبة والحقائق والأرقام والاستراتيجيات المتبعة إن وجدت وبالمثل نفتقد التخطيط العلمي الذي يستطيع أن يرسم لمستقبل الاقتصاد والتوجهاته القادمة علاوة على أننا نفتقد أيضا أدوات التأثير الفاعلة حيث تغييب الشراكة الحقيقية في صياغة القرار الاقتصادي حتى في أبسط صورها ويزيدها سوءا انصراف السلطة التشريعية الحالية عن مناقشة واقعنا الاقتصادي والاجتماعي بصورة جدية ودروح وطنية وفي المجمل لا يستطيع المتابع أو الباحث أن يبني مقترحاته على عموميات لا تستطيع أن تصمل في وجه ما نواجهه من تحديات اقتصادية وتنموية حيث يبقى التعاطي الرسمي في أحسن الأحوال مجرد شعارات تستخدم لتجميل الواقع أو لتمرير بعض السياسات أو التشريعات أو لتحقيق قناعات وقتية لدى الشارع سرعان ما يتم نسيانها لاحقا صحيح أنه أصبح لدينا في البحرين منذ أكثر من سنوات مشروع وأقول مشروع رؤية اقتصادية تحت عنوان فخم ومضخم هو رؤية البحرين عشرين ثلاثين وهو مشروع يقوم كما جاء في مقدمة كما جاء في مقدمة الرؤية وبين سطورها على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة وهي محاور أثر لو أنها طبقت على أرض الواقع لكنا في منأة عما يشغلنا حاليا من هموم اقتصادية واجتماعية كبيرة لا نعرف ولا تعرف السلطة التنفيذية كيفية الخروج منها دعوني أقول بداية أنني لا أعتقد أن القائمين على هذه الندوة والمتحدثين الأفاضل فيها لديهم الرغبة أو الواعز لمناكفة برامج الحكومة ومشاريعها الاقتصادية فقط بل أن هاجز الخوف والبحث عن حلول لقضايان المصيرية هو ما يحركنا جميعا لإبداء وجهات نظرنا وإن كانت صريحة بعض الشيء إلا أنها نابعة من محبتنا لهذه الأرض وشعبها فنحن من جانبنا كمعارضة ملتزمة لا تنقصنا الرؤية والإخلاص الوطني ولا حتى الكوادر القادرة على اشتراح الحلول والقيام بإسهاماتنا مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الدولة للنهوض بوطننا وعلى مختلف الأصل وليس من المصلحة الوطنية جر الصراع الاجتماعي في البحرين إلى مآلات يصعب الخروج منها أو أن تكون نتائجه عدمية على الجميع لكن نقولها بكل أسف أن الانفراض بصياغة القرار الاقتصادي من قبل الحكومة لوحدها قد فرض واقعاً اقتصادياً واجتماعياً لا يطاب ومن الصعب الخروج منه في الوقت الراهن وحتى على المدى المتوسط من دون خسار اقتصادية واجتماعية مكلفة نحن هنا نحاول جاهدين استعراض جوانب محددة من أزمتنا الاقتصادية ونعلم جيداً أن كل دول العالم دون استثناء تمر وستمر بأزمات اقتصادية ومالية ولا يمكن لأي حكومة أو حتى معارضة أن تدعي أنها تستطيع أن تكون في منعاً عن تلك الأزمات خاصة أننا نعيش ضمن واقعاً اقتصادياً رأسمالياً مشوه ومليئاً بالأزمات ولكي ندخل في المعالجات الممكنة اسمحوا لي أن نعيد هنا استعراض جانب من القطاب الرسمي للحكومة في البحرين عند تقديم مشروع رؤية البحرين 2030 لملك البلاد في أكتوبر عام 2008 فمضامين هذه الرؤية يفترض أن تتضمن قضية الإصلاح الاقتصادي التي نحن بصددها في هذه الندوة وذلك حين قدم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك الخليفة للرؤية بما يلي أقتبس من كلامه إن الرؤية تتمحور حول المواطن ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030 وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور وقال أيضا إن من واجبنا أن نهيئ السبل أن نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من إعالة نفسه وأسرته بكرامة وعزة ويضيب أن الاعتمال على مبدأ العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وإيصال الدعم المستحقي من المواطنين كما يجب على الحكومة كما يقول أن توفر الإطار الحكومي القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين وقال أيضا في معرض تقديمه للرؤية لملك البلاد إن رؤيتنا تملي علينا كمملكة أن نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبق الوسطى ومن المواطني البحرينين بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية وسيعتمد مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة وعيش حياة كريمة آمنة انتهى الاختباص أقول في الحقيقة أن الوعود التي أطلقها مشروع الرؤية عند تدشينه كان من الممكن جدا أن تكون برنامجا أوليا لانطلاق ورشة تحديث وإصلاح كبيرة مستمرة حتى نهاية العام 2020-30 على مستوى البحرين لكننا بكل أسف نستطيع أن نقول أن المتغيرات الاقتصادية وحتى السياسية أيضا قد فرضت واقعا مغايرا تماما لتلك التوجهات هلاوة على أن غياب الالتزام بتحقيق شروط الرؤية وتعدد قنوات القرار وتعدد قنوات القرار حولها بل وتعارضها أحيانا كثيرة حتى من قبل من أسهموا بجهد وافر في رسمها وأعني بذلك مجلس التنمية الاقتصادية ووزارات مثل العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وربما تمكين أيضا ومعهم جهات عديدة أخرى أيضا فإن نحن مثلا من مشروع إصلاح سوق العمل وأين هو الحديث الجميل الذي استمر لسنوات حول جعل البحريني هو الخيار المفضل أمام أصحاب الأعمال والشركات وأين هو شعار رفع الأجور أو أجور البحرينيين وتمكينهم في سوق العمل وأين هو الحديث عن العمل على الارتقاء بالطبق الوسطى الذي ولد في النص السابق باختصار أين هي شعارات الاستدامة والتنافسية والعدالة فهل نستطيع نحن في البحرين أن نتحدث عن تنافسية اقتصادنا مع اقتصادات جول الجوار مثلا عوضا عن اقتصادات أخرى كسنغفورة وماليزيا ومجموعة النمور الاسيوية الأخرى التي بشرت بها رؤية 2030 مشروع سوق العمل وأين هو شعار وسياسة تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني فلا زال اقتصادنا البحريني يعتمد بصورة متزايدة على ما توفره سلعة النفط من عوائد هي تمثل حاليا أكثر من 87% بحسب آخر الإحصائيات لذلك وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر لا تستطيع السلطة التنفيذية حتى هذه اللحظة الحديث عن ملامح الموازنة العامة القادمة للدولة وحجم العجزة القادم فيها وعن حجم الإنفاق على مشاريع الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية لذلك تتأخر الحكومة عن تقليل مشروع الموازنة العامة للسلطة التشريعية كل هذا الوقت أكثر من أربعة شهور حاليا مرت ولم تقدم الحكومة الميزانية أملا في تمريرها في آخر أسبوع من الدور الحالي للمجلسين لتتحاشى الإجابة على توجهاتها الاقتصادية حيال العديد من القضايا المهمة والمرتبطة بمعالجات الوضعين المعيشي والاجتماعي فهي أي الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن أن تحدد حتى سعر برميل النفط الذي يجب أن تبنى عليه الميزانية العامة وخطط وبرامج الدولة للسنتين القادمتين وبالتالي لا تستطيع أن تحدد عمليا حجم العجز المنتظر في الميزانية والأسوأ والأسوأ أنها لا تريد مجرد الحديث عن حجم الإرادات الإجراءات التقشفية القادمة والتي نعلم جميعا أنها قادمة إلينا دون أدنى شك فالخيارات تضيق أكثر أمام الحكومة وهي تحاول أن لا تتحدث عن خيارات البديلة والممكنة وفي حين تتوقف المساعدات الخارجية نظرا لإنشغال الجهات التقليدية الداعمة لها بمعالجة أوضاعها الاقتصادية والسياسية والأمنية والأرقام تقول لنا بوضوح أن حجم العجز في الموازنة السابقة 2015-2016 قد بلغ مليار ونصف دينار بحريني أي 4 مليار دولار أمريكي وهو في تنام مستمر لذلك تشير كل المؤشرات إلى الاتجاه للاستيذانة مجددا ليبلغ الدين العام مع نهاية العام الحالي 2017 أكثر من 10 مليار دينار أي أكثر من 26 مليار دولار أمريكي بحسب التوقعات المعلنة رسميا أي أنه سيتجاوز بكثير السقف المسموح به عالميا لكنه الخيار الذي تقترحه رشدة صندوق النقل الدولي المدمرة والجاهزة دوما للتعامل مع اقتصاداتنا النامية والتي لا تجد الحكومات بدا بكل أسف من الرضوح لها لتسهيل مهمتها في المزيد من الاستدانة وبالتالي الوقوع في المحابير التنموية التي أرهقت شعوبا ودولا كثيرة وأدخلتها في حالة مستمرة من الضياع والاستلاب ومن الطبيعي أن يكون أنا آخر واحد يعني ومن الطبيعي أن يكون ثمن كل ذلك وبالا على التنمية الموعودة وعلى سلة عيش المواطن وبرامج الرفاهة الاجتماعية كلنا يعرف أن زيادة تثيرة السياسات التقشفية وتحميل المواطنين أعباء إضافية سواء على شك رسوم أو ضرائب غير مدروسة كضريبة القيمة المضافة التي تتجه دولنا الخليجية بتسارع لتطبيقها هذا العام وبداية العام القادم هي في المحصلة إجراءات تقشفية معادية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب وهي إجراءات لا تستهدف تحقيق استراتيجية تنموية أو استدامة ولا حتى عدالة كما تبشر بذلك رؤية عشرين ثلاثين وبالمثل هي لا تطور من مستوى الخدمات المقدمة للناس ولا حتى تساعد على إعادة تشغيل قطاعات تنموية متراجعة أو منهارة أو في طريقها لانهيار كما أننا لا نجد في حيثيات التوجهات التقشفية هذه ما يوحي به عادة فيكلة الموازنة العامة لصالح برامج الإنفاق العام وتحسين شبكة الأمام الاجتماعي والأجور أو بوقف الهدر في الموارد ومحاربة الفساد الذي تتحدث عنه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية طيلت أكثر من عشر سنوات لماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لأن جوهر التوجهات التقشفية الأخيرة والقادمة إلينا خلال الفترة القادمة تأتي كلها تحت يافطة على الجميع أن يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية للخروج لبر الأمام هذا هو الشعار المطروح إذن لكي نكون متحدين ومتعاضدين في مواجهة الأزمة المالية ومالية وملكة الأمام الاجتماعي والتي تتطلب مزيدا من الشفافية والوضوح وضرورة الإصغار رسمي لشراكة مجتمعية حقيقية في صياغة القرار الاقتصادي والتنمي في البحرين وحتى لا يصبح التعامل مع زماتنا المعيشية بردات الفعل أو بطريقة امتصاص الصدمات كما حدث مؤخرا مع قضية المخالفات المرورية الأخيرة التي أخرجت جميع المواطنين عن صمتهم وقبلها سياسات رفع الدعم عن البنزين واللحوم وبعض السلع الاستهلاكية في اعتقادي لقد أعطيت السلطة التنفيذية أكثر من الوقت الكثير من الوقت لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وكان أمامها فرص حقيقية لكنها أضاعتها وتحديدا منذ حل البرلمان في يورستس عام 1975 مرورا بالطفرات النفطية المتكررة وآخرها عندما تجاوزت أسعار النفط 120 دولار للبرميل والتي يفترض أنه قد تحققت خلالها فوائد مالية ضخمة إلا أن الموازنات العامة للدولة طيلت تلك السنوات الماضية كانت في أغلب الفترات تحمل عجوزات يتم إطفاؤها باستدانة خارجية وداخلية دون أن نلمس إصلاحا اقتصاديا مؤثرا بل أننا أفقنا على مديونية متضخمة وتشوه اقتصادي وسوق عمل يزداد تشوها كل عام وهدر متزايد الموارد والثروات وغياب الرقابة والمسائلة الحقيقية وعلى الجانب الآخر يتضاعف سكان البحرين ويتم التضييق على العمالة الوطنية نتيجة غياب السياسات الحكيمة في التوظيف والاستخدام وتزيدها سواء سياسات التجنيس غير المدروسة التي تلقى رفضا شعبيا متزايدا خلال الفترة الماضية حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على التزامات الدولة يؤثر ذلك بشكل مباشر على التزامات الدولة الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها ومنها تراجع مستوى ونوعية الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء وبنية تحتية وإسكان حيث يشير آخر تصريح خرج للنور منذ يومين أنه لا زال هناك أكثر من خمسة وخمسين ألف طلب إسكاني في البحرين ولا زالت الدولة لم تنتهي بعد من استفاء طلبات التسعينات الإسكانية وهناك شح في الأراضي تقابله مشاريع دفان لمساحات من بحرنا المعطاء أو الذي كان معطاءا على نفقة الدولة لصالح مشاريع استثمارية خاصة لا يطالها فقراء البحرين من هنا فإن إحدى أولويات الإصلاح الاقتصادي في البحرين تتطلب مواجهة حقيقية مع مسببات فشل الإصلاح وتنويع بنية الاقتصاد الوطني وإذا كانت الحكومة لازالت متمسكة بروية عشرين ثلاثين فهذا أمر جيد على الأقل لدينا مشروع معلن وقائم هل يفعل هذا المشروع وتراجع بجدية ومسؤولية أسباب ومسببات عاقته وأن لا نقبل أو يقبل القائمون عليه أي على المشروع أن يكون تجميلاً لواقع مريض ومليء بالمشاكل والتراجعات وهذا باعتقادي ممكن لو استطعنا تحديد جهة القرار أولاً ولنسأل أنفسنا بوضوح أين نحن من أركان رؤية الإصلاح الاقتصادي المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة وأين نحن من مسألة وأين نحن من مسألة عدالة توزيع التروات أين نحن من توجهات الرؤية لتنويع القاعدة الاقتصادية وموارد الدولة وهل أن حلها يتأتى فقط من إجراءات إدارية أو تنظيمية كما يحدث الآن للسجلات التجارية وفتحها أمام الأجانب بدون ضوابط وتبعاد ذلك على التجار وأصحاب العمل من المواطنين وهل يكفي فعلاً أن يقول لنا البنك المركزي في البحرين في مقدمة أن البحرين في مقدمة دول المنطقة في تنويع مواردها الاقتصادية وكيف نقبل أن يقول لنا أن حجم الدين العام لا يزال عند الحجود والسقف المقبول وتعرف الحكومة أكثر مما نعرف حجم وتبعات الفوائد المستحقة على الدين العام بل علينا أن نغادر نهائياً مفهوم الاستدانة لدفع الأجور وأطفاع جموزات الميزانية والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في تنويع إرادات الدولة وإيجاد فرص عمل للبحرينيين وهل من المجد الاستمرار في سياسات الخصخصة التي تأتي استجابة لبرامج وتوجهات صنوخ النقد الدولي المرفوضة ونحن نتابع من عكاسات ذلك على الاقتصادات لديها أمكانيات أكبر صحيح أننا لا نعرف حجم الشركات التي خرجت أو ستخرج قريباً من السوق ولا نعرف بالضبط حجم الإفلاسات الحاصلة فيها نتيجة لذلك التخبط في السياسات لكنها حتماً قضية قائمة ومحسوسة وبوضوح أقصد الشركات المفلسة الآن في البحرين تحت ضغط الأزمة الاقتصادية التي لا يتم الإعلان عنها هذه مسألة سوف تظهر أو تطفر للسطح قريباً دون أن يتم الحديث عنها وأنا أعتقد السلطة التشريعية أولى من يلمس أو يلامس هذه المواضيع الحساسة وعلينا أن نتذكر أن البحرين بلد ذات اقتصاد صغير ومن السهل مراقبة ذلك أي مراقبة حالة الإفلاس الدائرة في السوق وأن ذلك لا يشجع حركة الاستثمار نحو الداخل ويعجل بدوره من هروب المستثمرين من السوق المحلي نحو الخارج وفي القتام أرجو أن تكون الأطلالتنا المختصرة هذه على واقعنا الاقتصادي بداية نحو التأسيس لفهم جديد للتعاطي مع قضايا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية الشائكة بحيث نستطيع معاً تحقيق شراكة حقيقية في قرارنا الوطني تقود ولادنا نحو تنمية شاملة قابلة للاستدامة نستطيع من خلالها أن نخلق بيئة اقتصادية صحية واقتصاد وقاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة نضع من خلالها الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم الاستمرار في هذر موارد الدولة والتراخي مع بيئة الفساد وسياسات التنفيع وتدمير البيئة على حساب خلق سياسات تنموية حقيقية وفاعلة وعلينا الاعتراف أولاً بحجم المشكلة وما نواجهه من مشكلات اقتصادية واجتماعية والنظر نحو المستقبل بتفاؤل حتى نستطيع مواجهة مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية بروح جماعية بعيداً عن الاستفراد بالقرار والثروة وشكراً